الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله درس اليوم عن التعريف بالثقافة الإسلامية وفيه العناصر الآتية تعريف الثقافة في اللغة والاستلاح مفهوم الثقافة الإسلامية أهمية دراستها مصادرها خصائصها سنتكلم بإذن الله تعالى عن هذه العناصر في هذا الدرس وفي اللقاء الذي بعده والآن مع تعريف الثقافة نتكلم عن تعريف الثقافة في اللغة إذا ما فتحنا كتب اللغة العربية ككتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس ولسان العرب لابن منظور وكذا كتب الغريب ككتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير فإننا نجد أن أصل كلمة الثقافة مأخوذ من الفعل ثقف بضم القاف أو كسرها ثقف وتدور استعمالات العرب لمادة ثقف في كلامها على الحذق في إدراك الأمور وحسن الفهم وجودة التقويم يقال رجل ثقف وثقف وثقف إذا كان ثابت المعرفة بما يحتاج إليه وحاصل كلام أهل العلم في تعريفهم للثقافة في اللغة أنها تعني الظفر والحذق والفطنة والتهذيب والتقويم وسرعة أخذ العلم وأما تعريف الثقافة في الاصطلاح فقد عرفت بأنها المجموع الكل للعادات والتقاليد والمعتقدات وطريقة العيش التي تسير عليها وتتمسك بها جماعة إنسانية هذا تعريف الثقافة بمعناها العام وهو في الواقع تعريف منتخب من بين ما يزيد على 200 تعريف مما يعني أن ليس هناك تعريف مجمع عليه رغم كثرة المؤتمرات والندوات والمؤلفات التي بحثت في الثقافة وميادينها خير شاهد على ذلك اجمع أعضاء اللجنة التي ناقشت تعريف الثقافة في المؤتمر العالمي الذي عقد في المكسيك سنة 1982 للميلاد هذا المؤتمر وقد أجمع الأعضاء على أن كلمة الثقافة لا تزال غامضة وغير محددة وأما عن سبب اختيار التعريف الآنف فلكونه قد حوى جل ما أشارت إليه أبرز التعريفات للثقافة ولكونه صادر عن ندوة الثقافة الإسلامية في كوالنبور وهذا يعد التعريف قيمة وإذا ما أردنا أن نجلي بعض المفردات الواردة في التعريف فإننا نقول إن المقصود بالعادات معتاد الناس على فعله مرارا وتكرارا في مناسبات مختلفة فللزواج مثلا عادات يفعلها الناس فيه وهي تختلف من بلد لآخر ولإكرام الضيف عادات تختلف من بلد لآخر فالعربي إذا بالغ مثلا في إكرام ضيفه فإنه يذبح له كبشا أو جملا وفي جزر هاواي الأمريكية والتي كانت تعرف بجزر الساندويتش يقدم للضيف إكليلا من الزهور علامة على التلحيب به وفي البلاد الإسلامية تختلف العادات في الاحتفال بمواسم الطاعات فرمضان إذا قدم تركيا على سبيل المثال ينثر المسك والعنبر وماء الورد على عتبات الأبواب وفي الحدائق المحيطة بالمنزل طيلة أيام رمضان وفي نيجيريا تستضيف كل أسرة فقيرا يوميا ليفطر معها ولكل شعب من العادات ما يختص به في هذه المناسبة إذن العادة هي ما اعتاد الناس على فعله مرارا وتكرارا في مناسبات مختلفة وأما التقاليد فهي أن يأتي جيل فيقلد الجيل السابق ويسير على نهجه وطريقته والعادات والتقاليد وإن كانت مما يقوي الروابط الاجتماعية إلا أن منها الضار ومنها النافع ومنها المقبول ومنها المرفوض وأما المعتقدات فهي تلك الأمور التي يؤمن بها الناس ويصدقونها إنها تصوراتهم عن الكون وبداية الخلق عن الحياة عن الموت عن الغيب ويدخل في ذلك الخرافات والأساطير التي يؤمنون بها وخلاصة القول أن الثقافة لأي مجتمع أو شعب هي ما تحصل من مجموع ما تقدم ذكره من العادات والتقاليد والعقائد والممارسات إنها كل مركب يشمل كل هذه المذكورات والتي يكتسبها الإنسان من مجتمعه الذي يعيش فيه ويتفاعل معه والآن بعد أن تكلمنا عن تعريف الثقافة في اللغة والاصطلاح ننتقل إلى الكلام عن مفهوم الثقافة الإسلامية على وجه الخصوص فنقول في مفهومها أن الثقافة الإسلامية هي مجموعة العقائد والأفكار التي تصدر عن الكتاب والسنة والأحكام الشرعية والقيم والآداب والأخلاق المنبثقة منهما والتي يجب أن تهيمن على حياة المسلم هيمنة كاملة وتصبغ حياته بصبغة الله تعالى لكونه أشار إلى جميع جوانب الثقافة الإسلامية ولكونه صادر عن جهة علمية منبثقة عن ندوة عالمية خاصة بالثقافة الإسلامية وبقي أن نقول في شرح بعض ما ورد في التعريف هذا التعريف ذكر في مطلعه أهم جانب من جوانب الثقافة الإسلامية وهو العقيدة يعني العقيدة المنزلة التي مصدرها الوحي لأنها الأساس في عكس الصورة الصحيحة للثقافة الإسلامية وذكر الأفكار ومثلها المفاهيم والتصورات الصحيحة المنبثقة عن الوحي والتي يجب أن تعمل وحدها في المجتمع المسلم وتهيمن عليه وتسيطر على عقول بنيه وتوجه المجتمع في جميع المناحي دون غيرها من الأفكار والتصورات وذكر الأحكام الشرعية أي المأخوذة من الشرع والتي يدور الفقه عليها وهي الأحكام الخمسة الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمبح وذكر القيم وهي المبادئ والأسس التي ينبغي أن تنبثق أيضا من الكتاب والسنة وتحكم تصرفات المسلم وأراءه وذكر الآداب والأخلاق والفرق بينهما أن الأخلاق هي السجايا والملكات التي تصدر من داخل المرء كالحياء والوقار والأناه وقد يجبل المرء عليها وقد يتكلفها حتى تصبح طبيعة فيه أما الآداب فهي ما يتكلفه المسلم من أعمال يتزين بها ويتجمل كأداب النوم وأداب الاستيقاظ إلى غير ذلك من الأداب التي جاء بها الإسلام وخلاصة القول أن مفهوم الثقافة الإسلامية يشمل المذكورات من العقائد العلمية والأحكام الشرعية العملية والقيم والآداب والأخلاق وهي فضائل منبثقة من نور الوحي والتي يجب أن تهيمن على حياة المسلم هيمنة كاملة وهو يتفاعل مع واقعه ومحيطه الذي يعيش فيه وصلى الله وسلم على محمد